وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 430 قضايا تموينية بمضبطات بلغات أكثر من 56 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 24 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 12 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 604 قضايا من بينها 174 قضية خبز ناقص الوزن و188 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات تلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 66.5 طن أقمح محلية